خبرنا اليوم شو بتطمن جمهورك مبعد الازمة الصحية اللي اتعرضتلي اليوم شو بتطمنوا عن صحتك الحمد لله دخلت استوديوهات بعد ما عملت العملية واستصلت الورم اللي كان عندي على الأحبال الصوتية في بداية 2019 والحمد لله طلع حميد الحمد لله والشكر طبعا وزي الفل عملت حفلات كتير وغنيت وعملت مسلسل يعني الحمد لله رجعت الحمد لله احسن من الأول بفضل طبعا يعني دعوات أهلي وتوفيق ربنا لي الحمد لله الفنان بس حبال الصوتية بس يتعرضوا يمكن للبرود أو شي انقاذا يمكن شي صغير بينزعج اليوم خالد وقتا كان عم يمر بهايدي الأزمة الصحية قداش انت كانت متضيق نفسيا وعندك تخوف انه يمكن صمح الله بيوم من الايام ما رح ترجع توقف عن مسرع طبعا كان عندي خوف كبير جدا خاصة ان الموضوع مكانش سهل يعني انا كنت بحاول اعالج انا والدكاترة طبعا بطرق معينة بأدوية بكورتيزون عشان المشكلة تروح بس ما كيتش بتروح خالص يمكن بالعكس طبعا كان عندي خوف كبير جدا خاصة ان الفترة اللي انا بدأت حس فيها ان في حاجة مشكلة في حبالي الصوتية بدأت اروح لدكاترة عشان اعالج الموضوع ولكن مع الوقت لقيته ما بتعالجش خالص لغاية ما قرروا طبعا دكاترة ان انا لازم اعمل عملية لان اعرفوا ان فيه زي ورم على احبالي الصوتية فالحمدلله حصل وكن طبعا الان نفسين كنت تعبان جدا الحمدلله طبعا على كل شيء الواحد بيبقى عارف ان ده اختبار وابتلاء من ربنا وااهلي كانوا مسنديني مراتي كانت دايما في ظهري الحمدلله فربنا الحمدلله كرمني وعدت من المحنة دي خالد كلهم بقولوا انه انت ما حاولت تستغل المرضى كان العالم عرفت بنهية 2019 ان انت كتعم بتمر بأزمة صحية وعلى عكس غير نجوم كانوا يمكن يحاولوا يستغلوا مرضا ليلاقوا تعاطف من جمهورا هقولك حاجة مهمة جدا احنا خلاص يعني حياتنا بقت ملك الناس يعني الناس دايما بتخش بتشوف تفاصيل حياتنا مقدرش ألوم الفنانين اذا كانوا حطوا مثلا بوست معين وطلبوا من جمهورهم ان هما يدعو لهم بالشفاء انا يمكن عملت كده في المرحلة اللي هي قبل العملية على طول كنت طالب بس من الناس ان هما يعني يدعو لي والحمد لله عدت بشكل سلس ما كانش فيه زي ما يمكن بيتفهم عن بعض الفنانين ان هما بيتجروا بدا والحمد لله عدت على خير خسرت وزن كتير كبير خبرنا خلت ما عم بتفكر ترجع تزيد شوية من وزنك انا كده زي الفل الحمد لله رب العالمين انا راضي جدا نزلت من وزني لاني كان عندي عزيمة واصرار ان انا انزل كل الوزن الزايد اللي بقى موجود بعد الكورتيزون هل تمنون ممكن يفكروا ان عامل انت تصغير معده او شي لا شفنا الكورتيزون بيعمل احتباس للمية في الجسم لمدة اربع شهور كورتيزون مع البلت اللي انا كنت عاملو او الجسم اللي انا كنت عاملو في الفترة دي كان زاد زيادة يعني البلت والكورتيزون عملوا انتفاخ غريب فالحمد لله بالارادة وبالعزيمة قدرت انزل ده بالرياضة لان انا رياضي طول عمري فاللي يقول يقول اشتركوا في القناة